من بين ركام المعالك التي عاشتها مدينة الموصل وما زالت تعاني آثارها تخرج المبادرات الشعبية التي تهدف إلى إعادة الحياة إلى المدينة أجموعة من الشباب في الموصل أطلقوا حملة لتشجير غابات المدينة بعد احتراق مساحات منها خلال أشهر الصيف في مسعى للحفاظ على هذه الغابات من الاندثار مع الأهالي، مع بلدية الموصل، مع منظمة مثابرون للخير والتنمية والبيئة هذه المنظمة أخذت على عاتقها بزراعة هذه الأشجار لتكملة النصاب في الغابة التي اشتعلت سابقا أطلقنا اليوم حملة تشجير في غابات الموصل المحترقة احترقت قبل أربعة أشهر وقمنا بالدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق مؤسسة مثابرون للخير وجمعنا العديد من الأشجار وانتظرنا للموسم الزراعة واليوم قمنا بزراعة هذه الأشجار وتهدف الحملة في مرحلتها الأولى إلى زراعة 18 دونمان من الموقع المحترق مقدرة مساحته بـ 45 دونمان احترقت خلال الصيف المنصر بدأنا في مؤسس مثابرون الخير وبالتعاون مع بلدية الموصل في العمل على إعادة تأهيل جزء من الغابة كمرحلة أولى ومن ثم تم تجهيز أيضا مصادر المياه عن طريق حفر الآبار وها نحن اليوم نباشر كمرحلة أولى بدأنا برفع آثار الحريق الموجود بالغابة وبدأنا بحفر آبار سطحية وتركيب منظومة رأي حديثة بالتنقيق بالإضافة إلى تهيئة الموقع ومكافحة القصب الموجود بالأرض الحقيقة كانت القصب والأدغال الموجودة داخل الغابة هي من المشاكل اللي عانينا منها بالبداية الحمد لله تمكننا من القضاء عليها وتعد غابات الموصل التي تقع في الساحل الأيسر من المدينة بمثابة الرئة التي تتنفس من خلالها أم الربيعين لكن التجاوزات التي تعرضت لها أدت إلى تناقص الأشجار بشكل ملحوظ وازداد التداهر بعد الاحتلال الأمريكي وما تلاه من معارك عسكرية وأزمات أثرت على المدينة بشكل عام